موسيقى مرحب بحضراتكم مرة تانية حيا من يومين كده خرج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعا لضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة واللي بدرت مجهود في تنمية ثروة زكب فضيلة الإمام موجهة بضرورة إحياء هذه الفتوى خاصة في ظل المستجدات العصرية واللي أوجبت على المرأة النزول لسوق العمل ومشاركة زوجها عباء الحياة إزاي هتكون استفادة المرأة المصرية من تطبيق هذه الفتوى إيه تفاصيل هذه الفتوى ده اللي نعرفه من الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف ومنوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا رحضيك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير صباح النور وأهلا بيكم طيب ناس كتير جدا فضيلة الشيخ بتسأل يعني إيه حق الكد والسعية إيه مرجع هذه الفتوى لأنه البعض بيقول طب ما هي آيات المواريث موجودة في القرآن الكريم إيه بقى مرجع هذه الفتوى لو حضرتك كمان تشرح لنا مبدئيا حق الكد والسعية حاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين وعلى من صار على ضربه إلى يوم الدين أما بعد البداية كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر الرجب والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية في جميع مشارك الأرض ومغاربها حق الكد والسعية ده مهم جدا جدا وفي عصرنا الحالي أكثر إحنا عارفين أن من بداية السبعينات وبدأت المرأة تعمل مع الرجل بدأوا يسافروا يقضوا حياتهم في الخليج الاتنين يشتغلوا في أوروبا في أي مكان في مصر ويبدأوا يضعوا أموالهم على بعض وبعدين ينموا فروة بتاعتهم وكلها تكتب باسم الرجل اللي هي العادات المصرية بتاعتنا اللي هي تورثناها اللي هي القديم وبعدين ربما يتوفى الزوج فكل شيء باسم الزوج فأين سعي المرأة وكدها طوال عمرها خلاص انتقل بقى مراث وبعدين ربما أن يكون الزوج ليس له أولاد كما يوم يذهب التاركة معظمها إلى إخواتي وإلى أقاربه وهي دوبك تحصل على الربع أو الثم من هذه التاركة مع أنه كدها وسعيها دي واحدة الأمر الثاني حدثك سألت مرجعية هذه الفتوى فين ومنين تمام حضرتك هذه الفتوى ترجع إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أول من اجتهد في هذه الفتوى ودي لا تتعارض مع المراث تمام تتماشى مع الجو العام لآيات المراث التي تحقق العدل فسيدنا عمر بن الخطاب عندما آتت إليه حبيبة بنت زريق وكان زوجها عمر بن الحارف فذهبت إلى سيدنا عمر تشكو قالت له أنني كنت أعمل كانت بتعمل هي في التطريص وتدي الزوجها يتاجر ويبيع فزوجها حقق فروة كبيرة وأموال هائلة من عملها ومن كدها فبقى صحية التي تعمل وهو الذي يتاجر هو بديها المنتجات التي تعمل بالضبط فلما توفيه وكان عنده أموال بقى كثيرة جدا من هذه الصنعة وتلك التجارة فجوم بقى الورثة وجوم إخواته وأهله قالوا لا شرع ربنا احنا نطبق آيات المواريف احنا مناش دعوة بالحدث ده فهي طبعا كدها وسعيها صعبان عليها نفسها فذهبت إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وترضاه تشكو له ما حدث فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد في ذلك وجعل لها نصف التاركة ثم ترث فيما بقي بين التارك طب ليه نصف التاركة نصف التاركة لأنها شريكة في هذا العمل هو نصف للتجارة وهي نصف للصناعة ثم بعد ذلك ده مقابل الكد والسعي ثم بعد ذلك تعمل تأخذ نصبها في الباقي ما نكمل حقيقة النقطة دي هب مثلا صورة أخرى إن هي لا تساهم بالنصف يعني يدوبك نقدر السهم بتاعها بالثلث بالربع بالثمن بالثلثين بالثلث تربع يبقى نقدر الكد والسعي بقدر المساهمة ثم نأخذه من التاركة ثم ترث هي نصبها في الأخير طب ماشي التوضيح صغير بس بعد إذنك يا أحمد عشان في النقطة دي تحديدا يا فندم يعني هي محددة تأخذ نصف التاركة مبدئيا ولا حسب هي أضافة أو كان بتساعد إزاي وبعدين تارث ميراتها الشرعي بقى حسب النسبة للمفروض تارث بها حسب النصوص القنية وحسب الشريعة الإسلامية الزبط كده الراجح الراجح عندنا أنها تأخذ بقدر المشاركة لأنها ممكن ما يكونش ساهمت بشيء يعني بمعنى أضرب مثل سريع وهقول لحضرتك الرئيين بمعنى مثلا أننا بنشتغل أنا رد بـ 20 ألف وهي رتيبها 10 ألف فهنا أضبحت ما فيش تكافؤ في فإحنا بناخد الراتب إحنا الاتنين ما عندناش صلعة ومن اللي بنوفر منه ونعمل جمعيات ومن اللي بنوفر منه وبنينا وعملنا وبقى عندنا يبقى هنا ما تنفعش تأخذ النصف لأن السهم بتاعها ما يجيش النصف تمام الصورة الثانية أن بعض المالكية والمتأخرين من المالكية أفتحوا أنها تأخذ النصف مطلقة دي فتوة موجودة بس يعني مش هي اللي عليها الجمهور أو هي ما عليها الفتوة هذه هي مجرد اجتهاد اجتهاد نعم من بعض المالكية طيب ده يخلينا يعني فضيلة الشيخ نروح لي يعني حاجة تتواكب مع العصر الحالي تمام في العصر الحالي وفي زمننا هذا نجد يعني السيدات يخرجوننا إلى العمل ويساهمنا أيضا مع أزواجهنا في مصرفات يعني المنزل أو البيت تحديدا هنا تبقى في أوراق مسجل فيها نسبة ما تدفعه المرأة في المنزل والتي تثبت حقها ازاي بشكل عام لا هو حضرتك وارد ذلك وارد يكون في وصية وارد أن الزوجة هي التي تتوفى الأول والأشياء باسمها يعني احنا محتاجين من هيئة كبار العلماء ومن الدولة أنها تتبنى هذه الفتوى وتبدأ تصيرها في سياق قانونية وصور افتراضي لأن اعكس برضو أن الزوج كتب كل حاجة باسم زوجته هو اللي كان بيأكد يبقى برضو لها حق الكد والساعي لو توفت الزوجة ودي صور موجودة في الوقت له بو حق الكد والساعي كتب فروت فروت بسمها الزوجت دي خفت أن أنا أقولها مثلا أنا أحس أن أنا هموت قابلك وأنا عايز أأمنك أنا أكتب كل حاجة باسمي جي حدث العكس فبقيت أموالي كلها باسم الزوجة وهي لها ورث آخرين برضو فإحنا محتاجين من هيئة كبار العلماء ومن الدولة لما تتبنها تجيب كل الصور الافتراضية صورة افتراضية أخرى إن احنا بنعمل وبنضع من الراتب وهكذا ربما يكون الراتب بتاعها صغير ومقابل العمل هي بتود أولادها الحضانة وتدفع لهم وكذا فمرتبها مش مكفي الجزء اللي هي بتكتطعه منها البيت يبقى دي صورة ملاش حد حق الكد والساعي لأنها لو جلست في البيت وربت أولادها هتوفر للزوج فعلشان كده مش عايزين ندخل في صور افتراضية كبيرة ولكن خلينا أنا وحضراتكم نوجه دعوة للدولة ونوجه دعوة للأظهر الشريف ومجلس النور فهي تكبر العلماء إنه هو يضع هذه الصور الافتراضية في صيغ قانون وتشريع يبقى ملزم لكن الفقهاء قالوا قالوا يجوز إن الزوج يكتب للزوجة حقها أو يكتب إكرار ويوثقه أو يكتب وصية ويوثقها وارد كل هذا لكن إن لم يكتب الزوج فلابد أن يكون هناك تشريع ملزم لو أن الزوجة أثبتت ذلك يبقى تأخذ حق الكد والساعي لأننا عارفين بره في أوروبا مطلقا الزوجة تساهم أو لم تساهم فلاها النص في كل شيء حتى في حالة الطلاق مش الوفاة ما هو آيو نعم في كل شيء لكن عندنا في الشريعة الإسلامية لابد أن يتحقق التوازن وما تكونش القضية قضية مطلقة لها النص وإلا يبقى إحنا خلفنا النصوص الشرعية فكرة البينة هنا نعم فكرة البينة هنا على خطر قديلها الحائدة طيب هل دا يتعارض فضيلة الشيخ مع باب المواريث المذكور في القرآن الكاتف لا لا يتعارض تماما لا يتعارض تماما نحن عارفين she 지�拘 acred extent لنسب الميراث نعم، الميراث الميراث فيما طرقاه المورِث يعني إيه؟ يعني لو الزوجة التي توفيت يبقى الميراث في تركتها ولو أن الزوج هو الذي توفي يبقى الميراث في تركته لكن الكاد ليس من تاريكاتي حتى ولو كان يمتلكه فهو امتلاك ظاهري لكن مش ملكه وفيه صور أخرى أن هي بتكتب كل حاجة باسمها أو بكتب كل حاجة باسمه أو اشترينا مثلا شقة كتبناها مناصفة اشترينا عمارة كتبناها مناصفة بس أقول حضرك على حاجة أنه تحيئنا فكرة البيانة أو أنه يكون ده بموجب أوراق وإثباتات في البعض ممكن ينظر إليها أنه ما فيش هو ما فيش ثقة بيننا مثلا والناس ما تحبش ده من الأزواج أنه إحنا بنساعد بعض في البيت وده دي الحياة وما إلى ذلك بالضبط والتراضي فعايز أعرف من حضرك لو ما فيش ورق والزوجة في وقت من الوقات مرتبها كان أقل في وقت من الوقات مرتبها كان أكتر كان بتساعد بشكل أكبر يعني دايما الحياة متغيرة ومتقلبة وما فيش حاجة ثبتة إزاي تقدر الزوجة في ضل وتحت طبعا وفي ضوء هذه الفتوى إزاي تقدر أنها تثبت يعني حقها من خلال هذه الفتوى يا فن تمام أولا أقول لحضرتك حاجة يا دكتورة بداية بداية لأننا بتأميننا مشاكل كثيرة المفروض أن مهما كات الثقة والعلاقات اللي بيننا هو ببعض أن مدام إحنا مشاركة يبقى كل حاجة تكتب من الأول بنسبتها دي حالة مهمة جدا يعني أتمنى حضرتك تأكد عليها مرة تانية بالضبط كل حاجة تكتب بسهمها يعني أنا مساهم عجب الرابع بالنص يبقى من الأول كل شيء يكتب من البداية كل اللي نشتريه شركة بنأسسها كل شيء هنحط الفلوس في البنك وديع يبقى نصاب اسمك ونصاب من البداية ده في حالة الممتلكات مهمة مرتب ما يتوفر ما نجيل حضرتك ما يتوفر من المرتب ولو ما توفرش شيء خلاص مهمة معنا إيه إن احنا معانا فلوس متوفرة عن الداخل وعن مصروفنا يبنعمل بها وديع يبنعمل بها مشروع يبنشتري بها شقة يبنشتري بها في البيت هنا حضرتك بتتكلم في دي النقطة اللي عاوزيني نوضحها فضيلة الشيء فكرة حياتي هنا بتتكلم على الحاجات العينية اللي بيتم امتلكها سواء كانت عقارات أو مالية وتوفرة أو فلوس محطوط لكن المساهمة أنا هنا بتتكلم على المساهمة القائمة على التراضي اللي شهر بتحط ألف مثلا من مرتبها الشهر البعادي ألفين بتدفع حاجة للولاء مساهمة الزوجة في المنزل ما هو حضرتك إذا توفي أحدهما وليس هناك تركة فليس هناك إشكالية لا في تركة معنا بتكلم هو بيحوش من مرتبه على المتبقي على المتبقي ماذا ما إحنا بنساهم مع بعض في البيت وأنا ليه زمة مالية مستقلة ورغم ذلك أنا بتنازل عنها يبقى كل ما يتوفر يبقى له فيه حق الكد والسعي والسعي تمام؟ كل ما يتوفر أو كل ما نشتريه أو كل ما يترى كل ده لكن إزاي أثبت هذا نحن ما معناش ورق وما كتبناش وما فيش وصية أنا يكفي أنني أثبت داخلي وأنني ماليش شيء بإسمي يعني مش محتاج أن أنا أني لازم الزوج يكتب لكن النهاردة نحن بنشتغل أدى داخلي وأدى داخله وأدى ما يثبت من البنك أنني ما عنديش أي أموال وليس عندي أي عقارات ولا شيء فكل التاركة اللي كوينها الزوج إحنا الاثنين شرقاء فيها وبالتالي يحكم لها بعضين فضلت الشيخ خليني ألخص سريعا لسيد المشاهدين كرام حضرتك ويتأكد على كلامي أو لو في حاجة مختلفة سريعا جدا أولا لو الزوجة إن كان عقارات أو تاركة يعني في صيغة ممتلكات أو حتى بتشارك في البيت بنسبة معينة ده يحق لها حق القد والسعية ونقطة تانية إنه لازم في أي شيء إن كان فيه مشاركة في المرتب في أي شيء ده ما يقللش أبدا بالثقة من الثقة لبين الزوجين ويجب أن يكتب بالتأكيد الكتابة هنا هي أكبر ضمانة للحقوق ليه؟ لأن التراضي تم بين الطرفين وهما على قيد الحياة بكامل قوهما العقلية وهم عارفين بينهم ومن بعض كل واحد تقديره قد أصب يعني هنا الموضوع فضيلة الشيخ ما فيهوش أي نوع من أنواع الزعل لازم يبقى فيه حالة من التراضي من البداية من أول يوم إنه هو إثبات الحق بالكتابة علشان خاطر فيما بعد لقدر الله في حالة الوفاء وزي ما حيك قلت الموضوع محتاج يعني نظرة عامة من لجنة يعني كبار العلماء في الأزهر الشريف وأيضا مجلس النواب والجهات التنفيذية في الدولة فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف بنشكر حضركي فاندي معنا وجودك معنا في صباح الخير شكرا لكم وصباح النجر شكرا شكرا شكرا